بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم بشهادة مولانا الإمام الحسين عليه السلام أسباب ودوافع الكذب عند الأولاد والبنات كما يقول علماؤنا العلام أولا هو الفضول والاندفاع نحو التجارب الجديدة أهم أسباب ودوافع الكذب عند الأولاد والبنات هي الرغبة الشديدة باستكشاف تجارب جديدة وعلى وجه الخصوص التي تشعرهم أنهم قد كبروا وتجاوزوا مرحلة الطفولة غالبا ما تكون هذه التجارب من المحظورات والممنوعات التي يعلم الولد والبنت مسبقا أنها مرفوضة من قبل الأهل لكن فضولهما واندفاعهما يتغلب على انصياعهما للقواعد التربوية في البيت وعلى التزامهما بالممنوع والمسموح والكذب هو أول الوسائل لخوض هذه التجربة الممنوعة بأقل عواقب ممكنة كذلك الكثير من الأمور الممنوعة التي يتعامل معها الأولاد والبنات كمسلمات تصبح مرغوبة في مرحلة المراهقة وموضع فضول وتفكير وتساؤل لما هي ممنوعة؟ يبدأ هذا السؤال هذه التجارب التي يرغب المراهق بخوضها بنفسه رغم أنه يعلم أنها ممنوعة تجعله يكذب ويظلل الكذب في هذه الحالة قد يكون خوفا من العقاب ورد الفعل أو خوفا من إيذاء الأهل وتخييب أملهم أو مزيجا من الدافعين معا كذلك من أسباب الكذب عند الأولاد والبنات التي قد تخفى عن الأهل إن الأولاد والبنات يحاولون إثبات ذاتهم من خلال تحدي الكذب واشتياز التحقيق بعض الأولاد والبنات يثبتون لأنفسهم من خلال الكذب المتقن أنهم أكثر فطنة أكثر ذكاء من الوالدين ويثبتون لأنفسهم بالكذب والخداء أيضا أنهم قادرون على فعل الكثير من الأمور الممنوعة دون أن ينكشف أمرهم وسوء تعامل الأهل مع الأسف مع هذا الدافع يجعله لا نهائيا أي أنه لا ينتهي أبدا كلما اكتشفته يكذب سيكذب كي لا تكتشفه لأنك ماذا تستفزه للكذب طريقة معالجتك للكذب يجعله يكذب مرة أخرى كذلك ضغط الأصدقاء والأقران يلعب دور كبير في مسألة التأثير على الكذب من أهم أسباب الكذب عند الأولاد والبنات هو التأثر بأصدقائهم وصديقاتهم الوقوع تحت ضغط الأصدقاء عندما تقول ابنتك مثلا لصديقتها لن أستطيع أن أفعل هذا الأمر أريد أن أخبر أبي ولكن إذا أخبرته بهذا الأمر ربما ينزعج إذا أخبرت أمي بهذا الأمر ربما تنزعج تقترح عليها صديقتها كذبة تبرر غيابها مثلا عن البيت في هذه الساعة لماذا لم تؤدي هذا العمل لماذا لم تخبر أبويها بهذا الأمر هذا كله تحت ضغط الأصدقاء والأقران الذي يستخدمه الأصدقاء بمعنى بأنهم يجعلونها ويجعلونه يشعر بأنك ضعيف بأن ليس لديك شخصية أنت الآن قد كبرت أنت الآن كبرتي وتستطيعان أن تختار حياتكما وتصرفاتكما وإلى غير ذلك ولا يحتاج أنكم في الصغيرة والكبيرة تخبرون أباءكم وأمهاتكم عليك أن تكون لديك خصوصية هذه الكذبة وكذلك أنت لديك خصوصية هذه كذبة الخصوصية نعم موجودة ولكن ليس في كل شيء تكون هناك خصوصية هناك بعض الأمور لا بد أن يطلع عليها الأباء والأمهات فالأصدقاء يمارسون هذا الضغط على أصدقائهم والصديقات على صديقاتهن في هذه القضية مسألة يجب أن تكون لديك خصوصية ولا تخبر أهلك بكل ما يمر بك كذلك تعويض الشعور بالنقص من أسباب الكذب عند الأولاد والبنات تمتد إلى مرحلة الطفولة حتى يكبرون بهذه الصورة الشعور بالنقص لماذا؟ لأنه عندما يجد أن والده بطل من الأبطال عندما يستمع إليه وهو يتكلم في عمله والأم بطلة من البطلات وأخوانه جميعا أبطال فهو ماذا يفعل؟ يريد أن يخترع شيئا من المشاعر وكذلك يخترع شيئا من الأحداث والمجريات لا حقيقة لها لكي يحصل على نوع من المكان بين الآخرين أو الانتماء لهذه الجماعة التي كل أفرادها عبارة عن أبطال وكلهم عبارة عن أشخاص يعتمد عليهم العمل أو تعتمد عليهم الدنيا فهو يكذب وهي تكذب على أهلها وهو يكذب على أهله وهم لا يعلمون بأنهم يرتكبون خطأا كبيرا إلا لأنهم فقط عفوا إلا لأنهم فقط يريدون أن يثبتوا أنهم أصبحوا كبارا أيضا بما يكفي وكذلك لديهم قوة ولديهم طاقات وهناك من يهتم بأمرهم وهم يعني دينمو العمل أو المكان الذي يكونون فيه وكذلك في بعض الأحيان وهذه النقطة جدا مهمة تجد بعض البنات والأولاد يكذبون في أشياء هي ليست بالبسيطة هو لم يفعل هذا الأمر الخاطئ ويقول لك بأني قد قمت بفعله هو أمر مستهجا ربما أمر معيب جدا ويقول لك لا إني قد فعلت هذا الأمر المعيب ليثبت للوالدين بأنه استطاع أن يكبر واستطاع أن يرتكب هذه الأخطاء ويستطيع أن يسيطر على هذه الأخطاء ويعرف كيف يواجه هذه الأخطاء وكيف يخرج منها ليثبت لأهله بأنه قد كبر ويستطيع أن يحل مشاكله طبعا هذا كله عقد نتيجة أن الوالدين مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد مارسوا الكذب أمامه بشكل مفرط وفي بعض الأحيان يفتخرون بأخطائهم ويقول أنا وقعت في هذا الخطأ واستطعت أن أخرج منه بهذه الصورة فيعتبر أن والده ذكيا وأمه تقول أنا تكلمت هذه الكلمة الخاطئة ولكن بهذه الحيلة استطعت أن أخرج منها فتعتقد أن أمها ذكية وبهذه الصورة هي كذلك لدرجة أنها تكذب أو تبالغ الأمر بسيط جدا تضخمه الأمر بسيط جدا هو يضخمه كثيرا ويقول بأني وقعت في هذا الخطأ ولم يقع فيه ولكن يريد أن يبئن نفسه بأنه هيرو بأنه بطل كبير كالكبار كذلك عدم الاقتناع بقواعد الوالدين في البيت وهذه مشكلة كبيرة يعني مع الأسفة الإمام علي عليه السلام قال بأن هؤلاء الأولاد قد خلقوا في زمان غير زمانكم عليكم أن تضعوا قواعد يعني مناسبة قواعد مناسبة في البيت لزمانكم زمان الآباء وزمان الأولاد ولكن أن تضع قواعد فقط هي ملائمة لزمانك ولا تلائم زمانه فاستعد للكذب المستمر كذب مستمر لذلك عندما يقوم الآباء بتوجيه الأوامر وضع القواعد لأبنائهم دون توضيح المغزة لماذا أنا أفعل هذا التصرف الذي لا يفعله غيري لماذا جميع الأولاد يفعلون هذا الشيء وأنا لا أفعله عليك أن توضح الأمر ليس فقط الأمر والنهي وأبوك كان يفعل كذا وجدك كذا هذا الأمر أصبح لا قيمة له وضح لي لماذا أنا أحافظ على إرث الماضين في الحاضر الآن لماذا جميع الأولاد أو البنات يفعلون هذا الأمر وأنا لا أفعله عليك أن تجلس جلسة حقيقية والأم كذلك وتبين فكذلك كما تريد أن يبقى على تربيتك وعلى طريقة الزمانة التي أنت كنت فيها كذلك هو لديه زمان جديد ومتغيرات جديدة يحتاج إلى اقتناع كي لا يواكب هذه التغيرات في المجتمع كذلك مسألة الحفاظ على الخصوصية ونجد أن مراجع الدين أيضا دائما وأبدا يقولون بأنه الولد والبنت يحتاجون إلى شيء من الخصوصية لا تتدخل في كل شيء إذا وجدت أنه ليس فيه ضرر على الولد أو البنت أو فيه ضرر على العائلة أو الغير اجعل له خصوصية فعندما تتعمق بالتدخل هنا يبدأ الكذب بعض الأمور هو لا يريد أن يتكلم فيها هو يشعر يعني يريد أن يجلس لوحده قليلا هي تريد أن تجلس لوحدها هي لديها أمر كسر مختصة يعني بها وهو لديه سر مختص به لا يعني الأباء والأمهات يلحون ما هو هذا الأمر ولماذا تخفيه ولا حتى يصل الأمر يبدأ الولد يكذب والبنت تكذب وهذه نتيجة خطأ الوالدين هذا الأمر يا أخي لا يضره ولا يضرك ولا يضر الغير اجعل له شيء من الخصوصية فإذا لم تجعل له شيء من الخصوصية سوف يكذب في كل شيء كذلك الرغبة عند الولد والبنت في مسألة الاستقلالية يختلف كما يقول علماؤنا الأعلام الآباء مع أبنائهم المراهقين على عدة مواضيع تكون نظرة المراهقين لها أنها جزء من قراراتهم وحريتهم وينظر لها الآباء على أنها حق من حقوق السلطة الأبوية اسلوب الملابس مثلا اسلوب الدراسة نوعية الأصدقاء مواعيد الخروج كيفية التعامل في المنزل العودة متى متى هي تنهض من الفراش يعني هذه الأمور تجعل الولد والبنت يكذبون على آبائهم يتجنبون فرض هذه السلطة من قبل الآباء والأمهات عليهم عن طريق الكذب متى ستعود سأعود في الساعة السابعة مع أنه سيعود في الساعة العاشرة يكذب عليهم أين ستذهب إلى بيت جيراننا مع أنه سيذهب إلى منطقة أخرى متى ستنهضهم من الفراش صباحا مع أنها سوف لن تنهض في الفراش صباحا سوف تكذب لأن المشكلة بأن الوالدين قد وضعوا قواعد يعني لا ليونة لها ويعاقبون عليها أشد العقوبة فيبدأ يكذب يحاول أن يجد طريقة كي تلين هذه القواعد يعني بمعنى يسايرهم وهو عن طريق الكذب ثم بعد ذلك عندما يعلمون بأنه كذب يبدأوا يتعاملون معه بخشون وقسوة وسوف يستمر الكذب كذلك يعني قواعد الأسرة كما قلنا صارمة سوء التعامل من قبل الأهل مع الكذب هذا كله يؤدي إلى الاستمرار في الكذب زرع الخوف ولذلك نجد أن أهل البيت عليهم السلام وضعوا هذه القاعدة من أخاف مؤمنا أخافه الله يوم القيامة بمجرد أنك تخيف زوجتك وبمجرد أنك تخيف أولادك فاعلم بأنهم سوف لن يتكلموا معك في أي شيء وسوف يخفون عنك كل شيء وسوف يكذبون في كل شيء حتى تأتي الأمور كما أنت تريد مشكلة المصيبة في الأسر مشكلة الضياع الأولاد والبنات والوصول إلى ما لا يحمد عقباه ومسألة الخوف من الوالدين لو أنهما لم يزرعا يزرعا الخوف في البيت لا عرفوا الكثير من الأمور واستطاعوا أن يتداركوها وأن يحلوها ولكن الخوف وزراعة الخوف في البيت أدى بأن الجميع يكذبون ويخفون الأمور أولهم الأم تخفي جميع أمور أولادها وأخطى بناتها عن أبيهم وتكذب معهم كي ينجوا من العقاب وهو بعد ذلك يقعون فريسة سهلة للانحرافات في مسارات هذه الدنيا الخوف ثم الخوف ثم الخوف يجب إلغاءه تماما من البيت ولذلك حذر عليه أهل البيت عليهم السلام تماما لا وجود للخوف في البيت إطلاقا ومن خوف أي شخص من العائلة خوفه الله يوم القيامة كذلك البعض يخشى على علاقته مع الوالدين يعني هو يريد له فسحة من الحرية والوالدين لا يقبلان بذلك فهو لا يريد أن يزعج والدين لا يريد أن يدخل في عقوق الوالدين فيضطر أن يكذب عليهما كي لا يخسر علاقته بالوالدين ولا يخسر رضاهما وهذه هم كذلك ترجع للوالدين عليك أن لا تجعل ولدك تضطره إلى الكذب يعني لعن الله أبا حمل ابنه على عقوقه الكذب على الوالدين نوع من أنواع العقوق وأنت نتيجة تخويفة نتيجة عدم إعطائه مساحة كافية في تصرفاته عدم أعطائه شخصية فهو يكذب فأنت الذي قد حملته على ذلك وهو من باب الحرص على رضاك كثير من الأحيان يتواجه الأبا مع الأبناء والأبناء يقولون أنا كذبت عليك لأجلك لأجل خاطيرك لا أردت أن أفقد علاقتي معك كأب أو أفقد علاقتك علاقتي معك كأم إنما من باب المدارات وهذا كذلك مسؤولية الوالدين في هذا الأمر ما هو الحل؟ يعني ما هو الحل لعلاج هذا الأمر كله؟ كما يقول علماء أهل البيت عليهم السلام أولا إلغاء الخوف من البيت ثانيا هناك يعني تربية كان السابقة في الزمن الماضي عليك ألا تجعلها في حياة أولادك ولدوا في زمان غير زمانك هم لديهم متغيرات كثيرة هو يرى أصدقاءه هي ترى صديقاتها فيهم الكثير من الأمور الجديدة وأنت تريد أن تجعلهم يعيشون في الزمن الماضي في زمن الطيبين هذا ليس بصحيح أمر بين أمرين بين الماضوية وبين الحداثوية ولكن تحت عنوان الشريعة الأخلاق العادات وكذلك توضيح الأمر لماذا أنا أبقى على سيرة جدي وأبي يجب أن توضح لماذا علي أن أبقى على سيرة جدي وأبي إلغاء الخوف كذلك جعل يعني أمر بين أمرين بين الزمن الماضي والحاضر وهذه التغيرات مع الشرح وكذلك عدم المراوغة أنت عرفت بأن ولدك قد كذب ما يحتاج بعد أن تخبر أمه أو هي تخبرك إلى غير ذلك مباشرة تجلسانه عفواً وتتكلماً معه بأنك قد كذبت وقد كشفت لا تجعل الأمر يعني كالمحق كونان أو كشارلك هولمز القضية لا تحتاج هذه عائلة أنا اكتشفته ساكت وأراقب من بعيد وهي اكتشفت وساكت وتراقب من بعيد يجب فوراً مجرد أن تعرف أن ولدك قد كذب قل له قد اكتشفت الأمر من دون أي مراوغة ومن دون أي منافسة ومن دون أي إذلال ومن دون وكأنك أنت ضابط شرطة ومسكت يعني بلص فتشعر بالافتخار والنصر وإلى غير ذاك لا 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 أبداً شيء طبيعي جداً اكتشفتك قد كذبت فلنتكلم عن أسباب الكذب لماذا كذبت فعندما يبين لك الولد أو البنت لماذا قاموا بالكذب أيها العزيز عليك أن تغير من نفسك أيها الأم عليك أن تغيري من نفسك لأنهما الأولاد خير من يحدد أخطاء الآباء مهما قرأت مهما سمعت لا يحدد أخطاء الوالدين مثل الأولاد سوف يقول أنا كذبت لأنك أنت عصبي لأن أنت دائما تدخل بخصوصياتي أكثر من اللازم لأن أنت ما تحترم عمري لأن أنت كذلك الأماية كذلك أنت ما تنطيني مجال ما حطت لشخصية تدخلين في كل شيء الضغطين علي إلى غير ذلك فاستماع إلى الولدين أو البنات والأولاد في معرفة لماذا هم يكذبون أمر مهم جداً لأن لكل أسرة كتلك خاص لا يستطيع أحد أن يتكلم بها لكل أسرة طريقة خاصة لماذا أولادهم يكذبون فعليك أن تعرف كل أسرة سبب رئيس هناك في مسألة الكذب فعلى الآباء والأمهات إذا أرادوا أن يعرفوا العل الحقيقية في كذب أولادهم أن يسألوهم بعد اكتشاف كذبهم لماذا كذبت برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام